أهلا وسهلا بكم موليد برج الثور الترابي طبعا برج الثور طبيعة البرج الترابي بيبتدي من 22 إبريل إلى 22 مايو حلو؟ فيه طبعا بنقسم طبيعة البرج من ما بين الجوزاء والثور دول اللي بيكونوا من إمتى؟ ما بين الثور والبرج اللي قبله اللي هو قبل برج الثور اللي هو عفوا من برج الحمل ده من 22 إبريل إلى 30 إبريل دول ما بين الحمل والثور واللي بيكونوا من 1 مايو إلى 21 مايو من 1 مايو إلى 21 مايو دول برج الثور أصلي من 22 مايو إلى 30 مايو دول ما بين الجوزاء والثور تمام؟ تمام نتكلم نشوف بالنسبة بقى لشهر فبراي كده معاكو إيه برج الثور لكن يعني أنا ماشية إيه بالترتيب؟ أكبر نسبة لايك اتفعلوا معايا لايك كومنت شير وزودوا لايكاتكم عشان أبدأ بيكم الشهر الجديد تمام؟ طيب الشهر بيبتدي بالظهر في برج الحوت في البيت السادس طيب ده بيدينا إيه بقى؟ ناخد كده نبزة فلكية سريعة وبعدين ندخل على الخريطة نشوف من يوم 10 فبراير لحد 28 وإنه صحيح لنقدر نقدمها لكم في هذا التاريخ طيب نقدر نقول إن الغالب على هذا الشهر اللي علاقة العطفية سبتة مستقرة موقع الظهرة في بداية الشهر في برج الحوت هيخلي فيه تناغم فيه انسجام مع الشريكة بس حاذر من بعد يوم 21 فبراير برج الثور هتبقى الأمور ملغبطة شوية في بعض الاضطرابات بينك وبين الحبيبة بس هتعطي على خير لا تقلق يعني فهنقدر نقول إن الأمور سبتة مستقرة مفاش أي مشاكل بالنسبة للعايزة بقى اللي مش علاقة عطفية أصلا هيقدر يكون علاقات قوية هذا الشهر هيقدر يلاقيش يعني الإنسانة المناسبة لي هيبتدي يفكر لو بترقب إنسانة بقى لك فترة هتكون بعد فترة مرأبة أو تركيز معاها هتقرر كده أن انت تدخل تكلمها أو تتعرف عليه هتحس كده أن انت عندك أصلا برج الثور ده رومانسي عاطفي حساس فهيحس كده أنه محتاج حبيبة في حياة فهيبتدي بقى يدور عن علاقات وعنده إنفتاح عاطفي كده عاوز يلاقي علاقة قوية سبتة بس مش أي علاقة تكون سبتة مستقرة توصل للزواج فدي طقتك هتبقى الغالب عليها يعازب برج الثور وكذلك المرأة العزباء من برج الثور طيب الوضع الأسري بقى يعني وضعك مع أهلك أو أسرتك هيكون إزاي طيب حاضر يا برج الثور في هذه الفترة من خلافات بينك وبين والدك ووالدتك بسبب خلافات في وجهة النظر أنت بس عنيت شوية هيغلب عليك العند وعندك بس تمسك بالرأي فحاول الفترة دي تعامل بسلسة كده وبطريقة ودية مع أهلك تجنبا لأن المشاكل ما تزدش عشان لو أنت عندك أطفال ده ما يقصرش على علاقتك الزوجية بزوجتك وأولادك فنقدر نقول أن معلش أنت شكلك هتبقى منفعل والمشاكل بينك وبين أهلك هتزيد شوية فيفضل بقى تأخير الإنجاب الفترة دي والأطفال هيتأثروا في تعلمهم أو دراستهم بالمشاكل اللي هتبقى بينك وبين أهلك فخد الأمور النصيحة اللي أقدر أقدمها لك مارس تمالين للتأمل مارس تمالين الاسترخاء صلي استغفر لو حاسس أنه أنت بتدايق أو هتتنرفز على حد قوم غير البكان اللي أنت قاعد فيه اخرج روح لمناظر طبيعية عشان تخفف من الاسترس العائلي أو الضغط العائلي اللي هتبقى فيه سواء مع أهلك أو مع مين أو متزوج برج الثور وأهل الزوجة مثلا أو أهله وهكذا طيب الوضع الصحي إزاي نقدر تقوله أنه سابت مستقر ما فيهوش أي مشاكل خطيرة الأمراض المزمنة تحت السيطرة لو عندك مشاكل صحية بسيطة بتتطلب أنه أنت تعمل فحص دوري والأمور هتبقى معاك زي الفن مهنيا طيب نقدر نقول بقى أن الوضع المهني نقدر نقول أن الوضع المهني برضو نقدر أنه فيه تقدم مهني احتمال كمان أنه يبقى عندك زيادة مال أو ترقية أو تكريب من جهة العمل لك هتحس أن علاقتك مع الزملاء والمدرة والمحيط العملي من حوالك بيدعمك بيسندك أنت كمان هتحس أنه أنت متفوق في أدائك العملي عندك ابتكار عندك إبداع هتحط خطط جديدة ده موظف برج الثور أو موظفة برج الثور الفترة دي مثالية لكو قوي من الناحية المهنية والوظيفية فيه ترقيات فيه تكريم فيه جوائز مكافئات ممكن تحصل عليها مالية الوضع المالي بقى لكم يا مواليد برج الثور رجل أو امرأة نقدر نقول أن هي مفهاش مشاكل يعني اللي معاك مش هتصرف منه نقدر نقول أن أنت عندك حرص في الصرف هتبتكر أو هتخترع أنشطة أو مشاريع جديدة كمان لأن أنت بارع في التخطيط يا جماعة اللي عاوز ياخد تخطيط رائع هو من برج الثور سواء رجل أو امرأة أنت عندك تخطيط الفترة دي أنك تعرف تجيب فلوس إزاي عشان تدعم أسرتك وأهل بيتك فتخطيطك هيبقى ناجح وهيساعدك على الوفرة المالية لو أنت داخل شراكة مع زملاء أو مع صديق وغيره هيبقى عندك زيادة أرباح زيادة في الأموال رجل أعمال برج الثور برضو الفترة دي لو أنت عاوز بتدور على شهرة بتدور على فرصة عمل مناسبة بتدور على أن أنت تتدي مشروع جديد تختار الشريك الصح الفترة دي مناسبة لك بس في أيام معينة بقى تقدر أحددها لك لما ندخل على الخريطة الفلكية لبرج الثور الطلاب بقى والطالبات من مواريد برج الثور بصوا أنتوا هتحسوا شوية بطاقة إحباط كده ممكن يأخر التقدم اللي عندكم في الأكاديمية أو بالدراسة يعني حاولوا كمان في الامتحانات والمذاكرة شد حلقوا شوية عشان ما يبقاش معدلكوا أقل من اللي أنتوا متوقعين تمام؟ الطلاب برضو اللي بيقدموا في دراسات عليا هتبقى القبول صعبة أو متأخر أو يعني أو هيتأخر شوية يعني فيه تأخير في القبول طيب برضو الطلاب اللي هما بيشتغلوا في حاجة حرفية أو فنية لأ ما فيش مشاكل من قبل المجالات دي لأ ما فيش في عندك حس فني ابتكار ابداع مش شايفة أن هي فيها مشكلة كبيرة طيب بالنسبة لي الصفر بقى سواء لتجارة أو لنشاط ترفيه يعني عادي طيب هنشوف كده بالنسبة لي طيب بص هو يفضل يعني أوكي لو عندك سفرية طرارية سافر بس يفضل تأجيلها يعني مش هتبقى الربح المالي اللي أنت مخطط لي فهتبقى تخميناتك مش في محلة لو مسافر للتجارة لو مسافر للترفيه برضو يعني نتصحك بلاش الشهر ده أجلها شوي أجله يعني لو مضطرين بقى يبقى خدوا أيام معينة يوم 3 فبراير ده عدة وعندك يوم 5 أو 7 أو 9 كده فضلوكو 23 تمام ماشي ندخل بقى الخريطة الفلكية الميلادية لهذا الشهر بتفصيلاً كده طيب طبعاً برج الثور هيبقى في البيت الثامن طيب بيت الثامن هو المسؤول عن القرد المسؤول عن الأموال من الآخرين البيت الثامن ده المسؤول عن إيه طيب البيت الثامن ده المسؤول عن حكم أصلاً برج العقرب هذا البيت فيعتبر بيت كرم شوية احتمال تسمع كرم الحد ظلمك يا برج الثور والعلاقة الجسدية بينك وبين زوجتك فيه طاقة جسدية قوية بينك وبين الزوجة روحانياتك عالية الحدث اللي عندك عالي الأيام دي هتحس إن أنت عندك شهوة المال زي ده أو الفترة دي البيت الثامن المال من غير مجودك الشخصي الوارث وممتلكات الزوجة بيتكلم عن طريقة الوفاية بيتكلم عن القروض العالم الآخر عن مجالات التأمين أملاك الزوجة بيتكلم عن الأمراض طيب نقدر نقول أن الفترة دي الصحية ما فيهش أي مشاكل نشوفها اتصالات الزهرة عاملة اتصالات في البيت التاسع طيب الفترة دي لو بتسعى الصفر لو بتسعى التقديم لدراسات عليا أو أنك تقدم في شغل برا في مجالات للقبول في 10 فبراير تاريخ مناسب لهذا الجانب دي برضو لو بتدق نشوفها بشكل أدق الزهرة عاملة اتصالات سلبية معلش فيه ضغوط عملية شوية يعني الزهرة عاملة اتصال سلبي مع ماريخ في البيت العاشر الماريخ في البيت التاسع لكن اتصالات الزهرة سلبية في البيت العاشر تمام؟ طيب ده معنى إيه؟ تجنب الضغوط العملية تجنب أن أنت تاخد الأمور العملية باسترس أو بضغط اتكلم مع موظفينك أو المدراء بطريقة ثالثة حوار ثالث ما يبقاش فيه اسلوب استفزاز أو اسلوب فيه طاقة غضب أو عصبية خد الضغط العملي برغو من الثلاثة الزهرة عاملة اتصال سلبي في البيت الاثناشر حازر يا برج الثور من طاقة حسد تجديد سحر تجديد طاقة سلبية لك في هذه الفترة أنت الطاقة بتاعتك من 10 فبراير مفتوحة اليوم 15 لاستقبال هذه الطاقات ده بقى نعمله إيه؟ نحصن طاقتنا بماء والحمال حخشن نقرأ صورة البقرة يوميا ونخلي أمورنا فيه كتمان لأنه واضح أنه فيه تركيز عليك من العلق من الجنس الأخر أو من الأقرباء أو المحيط من حواليك الزهرة في البيت السادس في الحوت فده معناها أن الأمور الصحية معاك في أفضل حالتها الأمور العملية شوية ضغوط بس ما فيهش مشاكل الكبيرة لأنت متوقح الزهرة كمان هتبقى درجتها 18 ده برضو يعني وفي برج الحوت فده طبقاً يعني إيه؟ مش شايفة أنه تعمل مشاكل عاطفية أو كده يعني شايفة فيه سلاسة ودي فيه انسجام طيب الحاجة الإيجابية لك برضو البيت التاني الفترة دي مالياً لك لو بتخطط لأنك تبتدي مشروع تجاري أو بتخطط أن أنت تنفذ مشروع بقى لك فترة بتفكر فيه الفترة دي يلا بنفس عطارة في برج الجدي هيقدر يخدمك برضو فإن أنت خططك هتبقى سبتة حكيمة في محلة هتبقى منطقية هتبقى يعني تفكيرها إيجابة هيعود عليك بالإيجاب أو بالربح المالي عندك كارزمة عندك حضور طاغي الفترة دي الزهرة عاملة اتصال في البيت الأول بالميزان والقمر بالميزان ده هيدي لك بقى إيه الكارزمة الجمال لو بتفكر في عمليات تجميل سواء رجل أو امرأة الفترة دي حلوة لك بتفكر في شهرة الفترة دي مناسبة لك برضو في البيت الثاني اتصالات الزهرة ده برضو حلوة للفرص المالية يعني البيت الثاني ده برضو مسؤول عن أصلا ده البيت بتاعك بيت الثاني ده برج الثور فالظهرة عاملة اتصال إيجابي في بيتك ده معناها إيه فرص لما يكسب المادية للربح وزكائك هيخدمك في ده فيليك نصيب من المال هتاخدوا الفترة دي الإدارة أو الشركة بتاعتك هتديك ربح مالي فيه كمان نقدر نقول إن علاقتك بأهلك وعيلتك الفترة دي رغم التشوش اللي بيحصل هتحس إن انت بيغلب عليك طاقة الهدوء السكينة الاحتواء في الكلام الفترة دي برضو نقدر نحرص شوية من الأكل والشرب يا برج الثور أنا عارفة أنت أزويك وبتحب الأكل حرص على أكلك الفترة دي طيب بالنسبة لتاريخ 15 فبراير الفترة دي هتكون معاك إزاي الظهرة طلعت من البيانين لازالت في البيت السادس بالحوت ده برضو بيدينا من الوضع الصحي سابت مستقرة مفوش أي مشاكل برج الثور هيبقى لازال في البيت الثامن بيديك فرص إنك تحصل على قروض بيديك فرصة إنك تحصل على قضية لك بقى لك فترة عالقة هتاخدها في ملك من أملك الزوجة أنت منتظر تاخد حقك منها مثلا في حق راجع لك في نصرة ليك الظهرة واتصالاتها الظهرة عاملة اتصال مع نيبتون ده بيدينا إن إيه انفراج عاطفي مفاجئ أو عودة حبيبة أو بما إنه بقى الفالنتين هيبقى قابله ففيه إيه تصالح مع الشريكة فيه نوع من التفاهم والود والإنسجام في علاقتك العاطفية سواء كنت في علاقة أو لسه عايزة بتبتدي علاقة جديدة هتحس إن فيه تفاهم سريع بينك وبين الإنسان اللي إنت عايز ترتابق بي اللي تخلي بالك منه الفترة دي مش مناسبة للسفر أو إنك تقدم في دراسات عليا أو إن أنت